أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق انتهاء عملية تطهير وادي الشاي جنوب محافظة كركوك شمالي العراق من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وكان الجهاز قد أطلق العملية في الوادي فجر يوم الخميس حيث أشر إلى نجاح العملية من خلال قتل ستة عشر إرهابيا من تنظيم داعش وتدمير واحد وعشرين مقرا واربعة عشر نفقا فضلا عن العثور على مستودعين للأسلحة والمتفجرات شكرا